عندنا أبراج كده ربنا يحفظنا لا يمكن أبدا أبدا مهما كان ان انت تعطرد على أراءهم ونحصل واعتردت يبقى انت اللي جبتوا نفسك وهتندم وهتزعل وفي الآخر اللي احنا عايزين يعني نقوله لك واللي احنا متأكدين ان هو هيحصل ان انت هتقول في الآخر ياريتني ما اعتردت يلا بينا موسيقى 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 برحب أجمل ناس في الدنيا كل سنة وانتم طيبين وياريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان نراحبه ولما اشتركش في القناة يشترك وتوقعه مين يتوقع ان برجه هيجي من الأبراج دي احنا معنا اكتر سبع أبراج في الموضوع ده بالترتيب وحد اسكا شوية ولينا من المركز الأول ويكتب في المركز السابع الجوزة او الجوزة رجل واول سقام الأبراج اللي هي ممكن تيجي في موضوع حلقتنا الاعتراض على أراء الجوزة ممكن يعمل جنان ويقوم عاصفة ويزوبعة ويضرب او يقوم بركان ممكن حالة هسترية عجيبة غير واضحة المعالم وصعبة التفسير يعملها برج الجوزة اذا تعرض للأمر لذلك فكرة الاعتراض على أراء الجوزة هي فكرة سيئة جدا جدا وما نصحكش ان انت تعملها اعلى منه في المركز السادس واشد منه برج آخر لا ينصح اطلاقا ان انت تعترض على أراءه وانما خده بموضوع كده او بشيء من اشياء السياسة ووحدة واحدة انما الاعتراض المباشر هيخليك ممكن يعني هو لا يسمح بهذا ابدا وهو برج الميزان الهوائي اللي ممكن العملية كلها تقوم حرب تقوم حريقة لو ده حصل وان كان ده حال اللي في المركز السابع والسادس فما بالكم في اللي في المركز بقى الخامس او ما بالكم برباع خط النار ده الدنيا صعبة قوي قدام يلا بينا المركز الخامس وذا لو عجبتكم الحلقة دي يعني ندوس لايك توصل لبقية اصدقائنا وانتشير على قد ما نقدر العقرب حاجز لنفسه مكان لازم طبعا برج العقرب يحجز لنفسه مكان في حلقة زي حلقة النهار ده او بالعنوان ده او بالشكل ده وبرج العقرب من الابراج التي ايضا لا ينصح اطلاقا بالاعتراض المباشر حط تحت المباشر دي مليون خط على اراءها وقناعتها ويعني ما بعد ذلك طبعها وإلخ ووجهات نظرها وإلا انت الحرب قربت والحرب مع العقرب أكيد العقرب يعني ما بينهيهاش إلا ما يطلع كسبان وممكن يكرر الجولة ويعيد الكرة مرة واثنين وعشرة لحد ما ياخد حقوا عشان كده كلنا بنخاف منه حتى أشد الشخصيات بتخافوا بتعمل حساب للعقرب فلذلك العقرب بيجي معنا في المركز الخامس وإن كان يا ساتر يا ربي ده حال الابراج دي فما بالكم باللي في المركز الرابع الأسد الناري في المركز الرابع الأسد الناري لا يمكن أن تعطرد على رأيه رجل ولا سيامة أنسة قلناها كتير زعيمة العصابة أسهل عندها حاجة الشبشب ده أسهل حاجة فاللي عايز أنه ينضرب بالشبشب يحتك بأنسة برج الليل الأسد عفوا ما بتهذرش وأسهل حاجة ومشاء الله رغم أن هي طول ما هي ريئة لسانها بينقض سكر ساعة ما تتدايق لسانها بيبقى ما شاء الله يعني بيجيبك على بعد أميال والشبشب في الإيد التانية فإحنا حذرناك وانت حر بقى أينما في المركز الثالث برج أشد في الموضوع ده ولا يمكن أن أنت تعترض على رأيه أكتر من الأبراج دي وهو الحمل الناري اللي يعترض بشكل مباشر خاصة على أراء الحمل أوقع نفسه في مشكلة كبيرة أوي لا يحلها أي يعني هيبقى نزاع كبير أوي والحمل من الأبراج اللي هي بتنهي الجلوس على طاولة المفاوضات سريعا زي الأسد كده يعني ما عمده الصبر إن هو يشرح لك أوي وجهة نظره ويسمع منك هو لو مقتنع بعاجة خلاص هو ده وعليه وعلى أعداء من أكتر الأبراج اللي تمشي في حياتها بمبدأ عليه وعلى أعداء وقلناها من الأبراج اللي تقلب الترابيزة وقت غضبها وقت عصبيتها وقت جنانها على الجميع ولا تخشى من النتائج ولو اتعاد بها وقالولها لو الموقف حصل يقولك هعمل برضو كده تاني لشجاعة الحمل أو تهوره بالمعنى الأدق الموضوع صعب وعملين نزداد في الصعوبة ما بالكم بصاحب المركز التاني إذا كان ده صعي يعني حال صاحب المركز التالت والربح حد توقع الطور الترابي في المركز التاني آه من برج الطور آه من الاعتراض على برج الطور وآه لو برج الطور شن الهجوم فإنها القاضية برج الطور هيضرب القضاء يسكت يسكت يهدى يهدى وإنه الهدوء الذي يسبق العاصفة العاصفة اللي هي المرعبة لو انت اعترضت بشكل مباشر يزداد تمسكاً وإصراراً على رأيه ديها بقى الغريب واللي بيخليه معنا في المركز التاني الطور كده عارف لو هو بيقول وجهة نظر أو رأي أو حاجة ويعني مش مقتنع من داخله أو وجيت انت اعترض خلاص بقى اقتنع مدام انت معترض على رأيي خلاص بقى اقتنعت برأيي لذلك المعاملة مع برج الطور بتحتاج يعني ايه نفس طويل وسياسة وإلا تنطحوا بعض انتون اتنين تدخلوا في حطة سد يعني طيب مين بقى اللي هتصدر الترتيب مين اكتر الابرج رجل وامرأة لا يمكن اطلاقاً الاعتراض على رأيه وإلا هيكلفنا كتير هيكلفنا الاعتراض المباشر على آراء هذا البرج كتير قوي هو برج الجدي الطراب اللي بيجلس على عرش كل الابراج في الموضوع ده حزاري حزاري شفتوا اللي احنا وصفناه أو قلنا عن كل الابراج دي لو انت اعترضت بشكل مباشر على آراءها اضرابهم في الخلاط كده ميكس وهو ده اللي هيعمله معاك الجدي الطرابي لو عملت معاك كده كده الحلقة خلصت ومستنى كالعادة رأيكم انا بقرأ كل تعليقاتكم ولو عجبتكم لايك ونشير اكبر قدر من حبيبنا يتجمع كل ليلة بننزل موعد الحلقات الساعة 8 وعلى انستجرام اللي بيسأل اللايفات فين الساعة 10 كل ليلة طبعاً كل ده بتوقيت مصر قناتنا التانية للفطفاضة بننزل فيها كل يوم حلقة أو قصة حد بياخد رأينا بيبقى الساعة 10 ساعة دي الموعد بتاعتنا عشان أصدقانا اللي بيسأل ولي بيسأل ازاي تواصل معايا الانستجرام والفيسبوك في وصف الفيديو أو في التعليل المثبت انزل ابعتلي هرد عليك عاجلاً أم عاجلاً لو حد ابعتلي وانا متأخر في الرد عليه رجاءاً مايزعلش مني رجاءاً وأنا معترف ان انا مقصر ولكن عندي عشام كبير ان انتو مش هتزعلوا مني وان شاء الله موعدنا بكرة الساعة 8 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة